موسيقى رئيس الجمهورية يؤكد في قيمة الاتحاد الافريقي الخاصة بالتصنيع والتنوع الاقتصادي في افريقيا اهمية وضع برامج طموحة لتحسين البناء التحتية الداعمة لنمو القرى تتحسين ثلاث منشآت تعليمية في نواكشوب في إطار الفعاليات المخالدة لذكرى الثانية وستين لعيد الاستقلال الوطني المندوبية العامة لتضام وطني ومكافحة الإقصائية تأذر تطلقوا عملية لتوزيع عشرين الف قنينة من غاز البوتان على الأسر المتعففة في الداخل موسيقى 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 مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في المسائية التي تصحبكم فيها العالية مسعود محمد فال سيدنا مرحبا بكم مشاهدنا الكرام قبل أن ندخل في تفاصيل المسائية نبقى وإياكم في مجازل لأهم الأنباء مع مناتا شكرا لكم العالية ومحمد فال ورحب السلم لحميد ليستصحبوني بلغة الإشارة أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى مجازل الأنباء أكد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني خلال دورة الاستثنائية السابعة عشر لمؤثمر الاتحاد الإفريقي الخاصة بالتصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا أن القارة بحاجة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية فعالة من أجل السعر التنمية الصناعية في القارة والعمل على إقامة صناعات تحويلية متنوعة وتنفسية وبين هذه الأهداف وضع برامج طموحة لتحسين بنات تحتية داعمة النمو في النقل والاتصالات وترقية تقنيات جديدة في إفريقيا وضف رئيس الجمهورية في خطابهم من المشاركين أن بلادنا تعمل على برنامج موسع يهدي إلى تنويل اقتصادي ودعم القدرة على الصمود وزيادة الإنتاج استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بمقر إقامتي في مدينة نيامية الرئيسين النيجيرية السيد محمد بازوم وتشادية السيد محمد إدنس دبيتنو تطرق اللقاء إلى بحث سبري تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العضاء لمجموعة الخمس في الساحل في المجالات الأمنية والتنموية إضافة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العضاء في محاربة التطرف العنيف والجريمة المنظمة فضل نفضل السبري تقوية التجمع وترسيخ المبادئ التي أسس عليها وكان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني قد أشرف خلال زيارته النيامي على الشيء المقر للسفارة بلادنا في هذه المدينة يتكون المقر الجديد لهذه المؤسسات العمومية التي اتقوا على مساحة إجمالية تقدر بـ 5500 متر مربع من مباني إدارية تضم 12 مكتبا وقاعة اجتماعات وإقامة للسفير إضافة إلى ملحقات مختلفة يدخل بناء هذه المشأة التي تكلفت الدولة 446 مليون فرنك إفريقي في إطار السياسة وفي المباني لايقة بالبعثات الدبلوماسية تحسن مظروف العمل وتخفض من نفقات الإيجار ترأس الوزول الأمين العام للاستر الجمهورية السيد مولايو المحمد لغرف مسامس مدينة عد البقر بالحوض الشرقي لقاء موسع ضم منتخب ووطر ووجهيها المقاطعة وذلك في إطار الزيارات التي يوديها لولاية الحوض الشرقي بهدف الاطلاع على وضاع المواطنين ومعرفة مدى تقدم إنجاز المشاريع التنموية الوزول الأمين العام نوها في كلمة بالمناسبة بمستوى لقبال يعكس مدى ارتباط السكان بالسياسة التنموية لتعهد بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي والتي تلامس طلعات واهتمامات المواطن الموريتاني أينما كان مضيفاً الموقع الاستراتيجي والكثابة السكانية إضافة المقدرات الاقتصادية هي سبب القرار التاريخي للمجيب تحول مدينة عد البقر من مركز إداري إلى مقاطعة مستقلة وبشر سكان عد البقر بانطلاقة العماء في مقطع الطريق الرابط بين مدينتهم وأمرش قريباً بعد انتعثرت الأشغال فيه لأسباب فنية أشرف وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمية السيد براهنفال محمد لمين رفقة معالي وزير التحول الرقمي والابتكاري وعاصرة الإدارة السيد مختار رحمد اليدالي اليوم بعدادية تجني رقم أربعة بلوية نوكشوط الشمالية على تدشين ثلاثي مشاهات تعليمية ثم تربمها من طرف جهة نوكشوط تضم هذه المشاهات التعليمية التي يأتي تدشينها في طالح احتفال مخلدة لعدل الاستقلال الوطني إعدادية تجني رقم أربعة وثانوية الامتياز رقم واحد في الكسر وثانوية الرياض رقم خمسة إضافة إلى مكاتب الإدارة في المشاهات التي تم تأذيذها وتزويدها بأجهزة إلكترونية مربوطة بشبكة الإنترنت إضافة إلى مخابر تعليمية مجهزة وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي شكر في كلمة بالمناسبة جهة واكشوط على مواكبتها لجهود الحكومة في النهوض بقطع التعليم أشرف وزير الصيد وقتصاد البحرية السيد محمد العابدين والمعييف وفق توعي العصابة السيد عبد الرحمن والحسن اليوم في مدينة كنكوسة على وضع حجر الأساس لبناء المتزنان من مراكز صيد القاري وتربية الأحياء المائية في كل من العصابة الحوض الشرقي والبراكنة ضمن فعالية ذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني وأكد وزير الصيد وقتصاد البحري في كلمة بالمناسبة أن بناء مراكز للصيد القاري وتربية الأحياء المائية يهدف لتنمية وتطوير جميع المسطحات المائية لأغرض الصيد القاري ويقامة مزارع لتربية الأسماك من أجل تثمين مقدرات الثروة السماكية في هذه المياه الوزير أبرز أهمية تنمية المحلية في البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيه الغزواني باعتبارها رهانة مهمة يجب كسبه وما تم في هذا المجال من خلال تكوين الصيادين ودعم النساء وتقسيم الزوارق على المهتمين بالصيد القاري في كنكوسا متعهدا بتدريد جميع الصعوبات وتهيئة الظروف من أجل أن تكون كنكوسا مصدرة للسمك إلى مدينة كيفا وكان وزير الصيد وقتصاد البحرية السيد محمد العابدي والمعييف قد عقد مساء أمس في منطقة بحيرة محمودة التابعة لبلية بريبافا بلية الحوض الشرقي اجتماعا مع الصيادين والسكان المحليين حول ترقية تطوير عشطة الصيد القاري واستزراع الأحياء المائية بالحوض الشرقي كما تفقد سيد الوزير قبل ذلك بعض نقاط بيع الأسماك المخفضة ومخازن شركة الوطني التوزيع الأسماك بمدينة النعمة أشرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد رسويدات مساء أمس في نواقشوط على اختتام النسخة السابعة من كأس رئيس الجمهورية للعبة ضامة المنظمة بالتعاون بين جهة نواقشوط والاتحادية الموريتانية للعبة ضامة وقد حصل أصحاب المراكز الأولى من فئتي الشباب والشيوخ في هذه الرياضة الذهنية على جوائز نقدية معتبرة رئيسة جهة نواقشوط السيدة فاطمة متعبد المالك قالت إن هذه التواهرة تترج في طرس سياسة جهة الرامية الحفاظ على الثقافة الموريتانية العصيلة وتراثها المعنوي والمادي من جهة شكل رئيس الاتحادية الموريتانية بتضامة سيد بداه القوار الوزارة توجيهها على رعايتهما ودعمها المستمر لهاي البطولة الهامة واستعدادهم الدائم المستاهمة في الحفاظ على التراث وخاصة اللامادي أشرف المندوب العام لتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء تأزو رفقة توزير البتروليو والمعادن والطاقة في مقاطعة الميناء ظهر اليوم على حفل توزيع قرابة 20 ألف قنينة من غاز البوتان للصالح الأسر المتعففة في ولاية الوطن الداخلية تتهي العاملية ضمن برنامج رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الهادف لمساعدة المواطنين المتعففين نهاية الموجزة شكرا لسلم الحميد ليرافقني بلغة الإشارة وعودة للزميلين محمد فالو العالية لمتابعة بقية فقرات المسائية شكرا مناتا ومشاهدين تتابعونا معنا تفاصيل المسائية بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام أكد رئيس الجمهوري سيد محمد الشيخ الغزواني خلال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد الافريقي الخاص بالتصنيع والتنوع الاقتصادي في أفريقيا أهمية وضع برامج طموحة لتحسين البناء التحتية الداعمة لنمو في النقل والاتصالات وتلقية التقنيات الجديدة بأفريقيا وأضاف رئيس الجمهورية في خطابه أن بلادنا تعمل على برنامج موسع يهدف إلى تنوع الاقتصاد ودعم القدرة على الصمود وزيادة الإنتاج في كلمته خلال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد الافريقي المخصص للتصنيع والتنوع الاقتصادي في أفريقيا المنعقدة بنيامي في جمهورية النيجر أكد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني أن الصناعة بحكم إسهامها المتميز في خلق فرص الأمل وإنتاج القيمة المضافة ورفع معدلات النمو تشكل ركيزة محورية في قيام التنمية الاقتصادية الشاملة وأن حجم وتنوع إسهام القطاع الصناعي في الاقتصادات المعاصرة شهد تناميا مطلدا أدخل العالم فيما بات يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وأكد رئيس الجمهورية أن الاقتصادات الافريقية تعاني من ضعف قطاعاتها الإنتاجية على الرغم مما تتمتع به بلدان القارة من عوامل جلب الاستثمار ومن الموارد الطبيعية الهائلة التي تعتبر مدخلات أساسية في الصناعة وأوضح أن تقدم المحرزة في مجال تنمية الصناعية في القارة ما يزال بطيئا جدا كما أن معدلات الاستثمار فيها ونسب إسهام الصناعات في الناتج الداخلي الخام ما زالت دون المستوى المأمول وبيّن رئيس الجمهورية أن ذلك يعود في الأساس إلى مشاكل بنيوية تتداخل فيها شاشة البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى التمويلات والنقص في مستوى رأس المال البشري وضعف القطاع الخاص وضعف البنية التحتية الرقمية وغلاء السعر الطاقة وقال رئيس الجمهورية أن الأزمة الصحية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة وما تبعها من توقف لحركة النقل وإغلاق للحدود وما يخيم اليوم على العالم من شبح الركود الشامل ومن تفشي العنف والإرهاب وتدهور الوضع الأمني الدولي جراء الأزمة الأوكرانية كلها أمور أثبتت أهمية الاعتماد على نسيج صناعي قوي قادر على التخفيف من التعويل المفرط على الاستيراد وعلى تحويل المواد الأولية المتوفرة محليا وفي جميع أرجاء القارة من هنا يقول رئيس الجمهورية تظهر وجاهة وضع الدول الإفريقية الصناعة والتصنيعة في صدارة أجندة 2063 وكذلك اجتماعنا اليوم لنجدد التزامنا بضرورة تنفيذ استراتيجية فعالة من أجل تسريع التنمية الصناعية في القارة بالعمل على إقامة صناعات تهويلية متنوعة تنافسية وفعالة إن بلوغ هذا الهدف يضيف رئيس الجمهورية يتطلب منا وضع برامج طموحة لتحسين البنى التحتية الداعمة للنمو في النقل والاتصالات وكذلك لترقية التقنيات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص وترقية منطقة تبادل حر قارية وغير ذلك من المشاريع التي تجسد الإرادة الجدية للقارة في كسب معركة النمو الاقتصادية وبخصوص قطاع الصناعة في موريتانيا بيّن رئيس الجمهورية أنه يقوم في الأساس على الصناعات الاستخراجية وعلى وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالمنتجات المحلية وأن هذا القطاع تأثر في بلدنا كما في بقية بلدان العالم بجائحة كوفيد-19 فتراجعت مساهمته في الناتج الوطني الخام من 10.7% قبل الجائحة إلى حدود 7.2% ولذلك فإننا نعمل جهاد الدين يؤكد رئيس الجمهورية على ترقيته في إطار برنامج موسع يهدف إلى تنويع اقتصادنا لدعم قدرته على الصمود وزيادة إنتاجيته وتنويعه وتسعى استراتيجيتنا في هذا المجال إلى زيادة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي على نحو المعتبر وذلك بالعمل ألاء تطوير الصناعات التحويلية لمنتجات القطاع الأولي كالثروة الحيوانية والصيد والزراعة وكذلك الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية والصناعات في قطاعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة ترقية الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي ودعم القدرة التنافسية لمؤسساتنا الصناعية وخلق بيئة مواتية لتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإطلاق مشاريع كبرى ذات أبعاد صناعية وعيد بيئي كبير كمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وفي الوقت ذاته يؤكد رئيس الجمهورية تعمل موريتانيا على تطوير التقنيات الجديدة إدراكا للدور المحورية الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الرقمي في خلق فراص العمل ودعم النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكبرى وبيّن رئيس الجمهورية أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية برز التحديات كبيرة أهمها صعوبة توفير الاستثمارات الضحمة التي يتطلبها التحول الرقمي والتنمية الصناعية ومن هنا جاء تركيز موريتانيا على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترقية وتدمين العوامل الجالبة للاستثمار كمناخ الأعمال الجيد والموارد الطبيعية الهائلة والاستقرار الأمني والسياسي الراسخ والتسهيلات والعفاءات الضريبية المتنوعة لصالح المستثمرين وعلاوة على ذلك يقول الرئيس الجمهورية نعمل في موريتانيا على استحداث نظام يضمن وروج الصناعيين والمؤسسات الصناعية إلى مصادر التمويل من أجل ضمان تنفيذ مشارعها وعلى خفض أسعار الطاقة رئيس الجمهورية يختتم كلمته في قمة التصنيع الأفريقية بتأكيد أن موريتانيا تدرك حتمية تنويع الاقتصاد وتطوير التصنيع باعتبارهما طريقا لا مناصة منه لبناء تنمية اقتصادية شاملة ومستديمة وأن بلادنا على استعداد للدخول في كافة أشكال الشراكة والتعاون التي من شأنها تسريع التحول الصناعي وتنويع الاقتصاد استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بمقر إقامته في مدينة النامير الرئيسين النجيري السيد محمد بازوم والشادي السيد محمد إدريس ديبي إتنو تطرق اللقاء إلى بحث سبور تعزيز التعاون وتنسيق المشترك بين الدول العضاء لمجموعة الخمس في الساحل في المجالات الأمنية والتنموية إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العضاء في محاربة التطرف العنيف والجريمة المنظمة فضلا عن أفضل السبل لتقوية التجمع وترسيخ المبادئ التي أسس عليها وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد أشرف خلال زيارته لنيامي على تدشين مقر لسفارة بلادنا في هذه المدينة نتابع في ميالي ورقة فنية عن مبنى السفارة في نيامي ودوره في تحسين ظروف عمل بيثتنا الدبلوماسية يجسد تشهيد مبنى سفارتنا في النيجر وفق المعايير العصرية رؤية رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في تمكين طواقم بعذاتنا في الخارج من القيام بمهامها في أحسن الظروف وجعل دبلوماسيتنا أداة فعالة لخدمة البلد وصيانة سمعته وتأكيد حضوره الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية هذا الإنجاز يدخل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وترميم مقرات البعثات الدبلوماسية لتفعيل هدائها ولخفض التكاليف المرتبطة بإيجار المقرات التي كانت في السابق تكلف الدولة مبالغ طائلة وتضم هذه المنشاة التي تقع على مساحة إجمالية قدرها 5500 متر مربع من مباني إدارية للسفارة تضم 12 مكتبا وقاعة للمؤتمرات وقاعة اجتماعات وإقامة للسفير إضافة إلى ملحقات مختلفة وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المنشاة العمومية ملياراً و446 مليون فرانك إفريقي وقدم وزير إسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد المحمد خلال حفل التتشين عرضاً حول مختلف مكونات هذه المنشاة المهمة التي تدخل ضمن الإنجازات الكبيرة التي يشهدها البلد وخصوصاً في مجال توفير البنية التحتية والمرافق العمومية بمختلف أنواعها وأضاف أنه في الوقت الذي يتم فيه تتشين هذه السفارة تجري الأشغال في مباني سفاراتنا في أبوضاب والرباط كما يعكف القطاع حالياً على إنهاء المناقصات لبناء سفارات جديدة في كل من مالي والسنغال وبعض الدول الأخرى إلى مقاطعة عد البقرو بولاية الحوض الشرقي حيث تستمر لقاءات الوزير الأمير العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي والمحمد لقاف مبعوث رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي بهدف الإطلاع على ألاء أوضاع المواطنين ومعرفة المشاكل المطروحة لديه زيارة وكانت فرصة انطلع خلالها الوزير الأمير العام لرئاسة الجمهورية على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية المنفذة في المقاطعة مواصلة لجولته في مقاطعات ولاية الحوض الشرقي زر الأمير العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي والمحمد لقاف مبعوث رئيس الجمهورية مقاطعة عد البقرو المحطة الخامسة من زيارته الميدانية التي استهلها بسلسلة لقاءات شملت الجميع دون استذناء وأعطى للكل الوقت حتى يستعرضوا مشاكلهم ويقدموا مطالبهم مبعوث رئيس الجمهورية في كلمته أمام المواطنين نوه بالمكانة التي تحتلها المقاطعة الحديثة التي حظي سكانها بتلبية أهم مطالبهم المتمثلة في جعلها مقاطعة بعد أن كانت لسنوات عديدة مركزا إداريا مؤكدا أن تقطيعا إداريا جديدا ستستفيد منه المقاطعة الفتية وأن الهدف الأساسي من اللامركزية هو إشراك السكان المحليين في تسيير مناطقهم ليشير الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى أن هناك سلسلة من المشاريع التنموية الكبيرة ستستفيد منها المقاطعة الغنية بمقدراتها الزراعية والرعاوية والتجارية فخامة رئيس الجمهورية مشاني نطلع عن قرب على جميع المشاكل الظروف المعيشية للسكان المشاريع مبرمجة في أطار برنامج تاعهو داتي أين وصلت لأنه رغم الظرفية الدولية فخامة رئيس الجمهورية اعتمد مبالغ هائلة لتنمية البلاد هذه البالغ رصيدت لمشاريع بنيوية كالطرق الكرباء الماء الصحة الانتخابات المقبلة إن شاء الله فخامة رئيس الجمهورية يريد لها أن تكون انتخابات حرة شفافة نزيهة تنافس سلمي بين جميع الشركاء وأن لا تكون فرصة لتضيع الوقت والمال والخلافات القبلية والعشائرية والشخصية لأن على كل حال البلد يحتاج إلى السلم الأهلي ولا يحتاج إلى صراعاته هنا أشير أن في العالم كله في الديمقراطيات كلها عندما ينتهي الانتخابات المنتخب يصبح منتخب للجميع ما يعود منتخب الفئة ضد الفئة أخرى ولا يقصي الفئات الأخرى قرار فخامة الرئيس التاريخي باعتمال المدرسة الجمهورية قرار أساسي وخاصة بالنسبة للطبقات الشعبية طبقات الهشة يقرأوا في المدرسة يدون لها مراقبتها مراقبة المعلم مراقبة الحضانة هذا هو اللي يقدم بلدنا العلم هو المعرفة هم اللي يقدموا البلاد ما لا يقدموا شيء آخر المعرفة مشتركة ومشارك فيها الجميع تخرج أنه جيل متعايش جميع المكونات متعايشين وقراء ولامة متعايش ولامة لكل معرفة عدات وتقاليد وحساسية الآخر هذا هو في العالم كامل من الدول دولة المواطنة للجميع بدون أقصى الوالي المساعد لولاية الحوض الشرقي سيد محفوظ حد من بوف شكر سكان مقاطعة عد البقر على حضورهم جميعا من أجل تقديم مطالبهم إلى مبعوذ رئيس الجمهورية عمدة بلدية عد البقر بدوره ذمن هذه الزيارة المهمة التي مكنت من لقاء مبعوذ رئيس الجمهورية وأتاحت لهم الفرصة لعرض تطلعاتهم ولرصد المشاكل التي تعاني منها المقاطعة المواطنون عبروا عن المشاكل التي تعاني منها مقاطعة عد البقر مطالبين الدولة بتسريع المشاريع التنموية في مقاطعتهم مشيدين في الوقت ذاته بالإنجازات التي تحققت ويتطلعون للمزيد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وخلال تعقيبه على المتدخلين أشار إلى أن العدو الرئيسي الذي يجب علينا جميعا أن نقف بحزم في وجهه ونعد له كامل العدة لمواجهة والجهل والفقر والمرض وأن علينا جميعا أن نتسلح بإرادة حقيقية وجادة والوقوف أمام الأهذار الفتاكة لهذه العوائق التنموية الحقيقية وأن نوفر وقتنا للبذر والعطاء والتعلم وأن نرسي قواعد صلب من التعاون والتأخي والانسجام والتسامي على خلافات لا مبررة لها أصلا بها بيريويل لليدالي لقناة الموريتانية مقاطعة عد البقر دشنا وزيرات تهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والتحول الرقمي والابتكار وعصرانة الإدارة رفقة رئيسة جهة نواكشوت الثلاثة ومؤسسات تعليمية بولاية نواكشوت الثلاثة تجشين هذه المؤسسات التي رممت من طرف جهة نواكشوت يأتي في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى الثانية وستين لعد الاستقلال الوطني إعدادية توجنين أربعة بولاية نواكشوت الشمالية وثانوية الرياض خمسة بولاية نواكشوت الجنوبية وثانوية الامتياز واحد بولاية نواكشوت العربية يتم ترميمها وتتشينها من طرف جهة نواكشوت بدء تشغيل هذه المؤسسات التربوية أشرف عليه وزراء التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والتحول الرقمي والابتكار وعصرانة الإدارة ورئيسة جهة نواكشوت والسلطات الإدارية والأمنية على مستوى ولاية نواكشوت الشمالية في مسعى من الدولة إلى يعطاء المؤسسات التربوية العمومية مكانتها اللايقة حرصت رئيسة جهة نواكشوت على أن تكون مؤسساتنا التربوية على المستوى المطلوب مواكبة لتطور العلمي وجعل هذه المؤسسات فضاءات جذابة تتوفر فيها وسائل الراحة ويلج فيها التلاميذ إلى العلم والمعرفة عن طريق قنوات العلم والتكنولوجيا هذا جهود معتبر يحتاج أن يذكر فيشكر بهذه المناسبة مناسبة عيد الاستقلال الوطني ومواكبة للجهود التي تقوم بها الحكومة بإطار النهوض بالتعليم تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية وخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني الرامية إلى النهوض بالعلم والمعرفة وانتشال قطاع التعليم من تراكمات عاشها عقود مريرة كانت نتائجها تستدعي تشاوراً وطنياً من أجل اعتماد قانون توجيهي للنهوض بهذا القطاع نعيش هذه الأيام فرحة المدرسة الجمهورية التي أصبحت واقع معاش رئيسة جهة نواكشوط بيّنت في كلمتها أن القيام بهذه التتشينات يأتي مواكبة للسلطات العليا للرفع من جودة التعليم إيماناً بأهمية العملية التربوية ومواكبة للسلطات العمومية بسعيها للرفع من جودة ونوعية التعليم وتلبية لدعوة رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني لإحياء روح المدرسة الجمهورية لكسب رهان تنمية البلد وتعزيز لحمة الشعب وإزالة الفوارق في مجال التعليم والقضايا على كل التجاذبات ذات الصلة بالعملية التربوية التي تشكل عائقاً في وجه تماسك وانصهار كافة مكونات المجتمع في قالب الوطن الواحد قامت جهة نواكشوط بعدة أنشطة نذكر منها إنشاء منصة رقمية في فترة كوفيدا 19 المستجد تستوعب خصة ألاف مشارك في الحصة الواحدة لتقديم دروس تقوية عن بعد لصالح مرشحي شعب الباكالوريال الرياضيات العلوم الطبيعية الفيزياء توزيع ألاف الكمامات ومواد التعقيم وأجهزة قياس حرارة الجسم على كافة المؤسسات التعليمية عبر الإدارات الجهوية للتهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تكريم المتوهوقين الأوائل في مسابقة الباكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية تججيع الأساتير المتميزين وكذلك المؤسسات التعليمية تتاب حراس لجميع إداراتي وثانويات نواكشوط عدة حملات لتعقيم المؤسسات التعليمية على مستوى إدارات نواكشوط الثلاثة عمدة بلدية توجنين شكر باسم السكان جهة نواكشوط على ما قامت به من عناية للتعليم ومؤسساته لا شك أن هذا الإنجاز الذي ندشنه اليوم والذي يتمثل بتأهيل إعدادية توجنين رقم أربعة يشكل إنجازا بالغة أهمية في ساكنة توجنين ويشكل مطلب أساسي في ساكنة هذه البلدية رئيس الاتحادية الوطنية لرابطات أباي التلاميذ والطلاب على مستوى مقاطعة توجنين السيد عبدي ولبوه أثمن هذه الخطوة التي نفذتها جهة نواكشوط مشهدا بالعناية التي تليها الدولة للتعليم منذ السنوات الثلاث الأخيرة باعتباره الضامن الأحدى في ترقية الأمم والشعوب وقد قام الوفد الوزاري بجولة داخل أقسام الإعدادية واطلع على مستوى جاهزيتها والأقسام المربوطة بالإنترنت والمختبر المجهز بأحدث الوسائل المتطبرة كما تابع الوفد عبر تقنية الفيديو في الإعدادية وقاعة تتشين ثانوية الرياض خمسة وثانوية الامتياز واحد حيث حاور أعضاء الوفد الطلاب عبر هذه التقنية التي ستمكن التلاميذة من تلقي الدروس عن بعد يعقوب اللصوفي الموريتانية أشراف وزير الصيد والاقتصاد البحري رفقة واري العصابة اليوم في مدينة كانكوسة على وطي حجر الأساس للبناء المتزامن لمراكز الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في كل من العصابة والحوض الشرقي والبراكنا كما زار الوزير عددا من نقاط بيع السمك بأسعار مخفضة في مدينة كيفا في مستهل زيارته لولاية العصابة تفقد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد العابدين والمعييف رفقة واري العصابة السيد عبد الرحمن والحسن عددا من نقاط بيع الأسماك المدعومة في مدينة كيفا والمقر الرئيس للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بالمدينة وفي هذا الإطار أدى الوزير زيارة لبحيرة كانكوسة المستفيدة من هذا البرامج على مستوى ولاية العصابة مكنته من عقد اجتماع موسع مع عدد من المهتمين بمجال الصيد القاري وسكان المقاطعة استمع من خلاله عن قرب لأبرز المشاكل التي تواجه المجال في المقاطعة الثقرات كاملة اللي كانت خالقة وذيك النواقص كاملة يا الله تنتغلبوا عليها شنه ذيك النواقص يا بعد قال أولا الخالق تأطير عن قرب معناها تعد مده حداها مده قريبا منها تشاور معاه وعارف ذلك تعدل شنه ومتابعته هذا اللي يتم به اللي ذا المركز اللي يضعك اللي ينزوروا المكان اللي يعود فيه واللي دشناهم يامس ومثلت مراكز واحد في النعمة واحد في كامكوسا واحد ما دشناهم في النعمة انهم لا يعود هو أداة التأطير عن قرب لهذا النشاط اللي ينقال له نشاط الصيد القاري وزراعة الأسماك في بحارة كامكوسا بدوره عمدة بلدية كامكوسا ثمن توجه السلطات العمومية الجديد لتنمية وتطوير الصيد القاري مذكرا بدور بحارة كامكوسا في هذا المجال الهام معي الوزير اسمح لي أن أعبر لكم عن الارتياح الكبير لسكان المدينة لما تحقق في السنوات الثلاثة الأخيرة من مولية الرئيس الجمهورية والتي كان من أبرزها توفير مراكز التوزيع الأسماك بأسعال المدعومة في متناول الجميع بالإضافة إلى تكوين حسرات الصيادين التاليديين ومعالجات الأسماك أيضا تدخل مراكز زراعة الأسماك التي تستفيد منها مجموعة من المدن من بينها كامكوسا ويهدف قطاع الصيد والاقتصاد البحري من خلال العناية التي يوليها للصيد القار إلى تنمية وتطوير هذا المجال وتثمين مقدرات الثروة السماكية ومكافحات الفقر وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة الريفية الشيخ الحميد الموريتانية مقاطعة كامكوسا وكان وزير الصيد الاقتصاد البحري قد عقد مساء أمس في منطقة بحيرة محمودة التابعة لبلدية بيريبافا بولئة الحوض الشرقي اجتماعا مع الصيادين والساكن المحلية حول ترقية وتطوير أنشطة الصيد القري واستزراع لحياء المائية بالحوض الشرقي كما تفقد السيد الوزير قبل ذلك بعض نقاط بيع الأسماك المخفضة ومخازن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بمدينة النعمة في مدينة النعمة تفقد وزير الصيد والاقتصاد البحرية صيد محمد عابدين والمعييف رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين نقاطا لبيع الأسماك بأسعار مدعومة لصالح الفئات الهشة بالمدينة ويبلغ عدد الدكاكن المفتوحة على مستوى عاصمة ولايات الحوض الشرقي 21 نقطة لبيع الأسماك وتوفر هذه النقاط أزيد من 1900 كيلوغرام يوميا بين الأنواع الصغيرة وذات الجوجة العالية وفي نفس السياق قام وزير الصيد والاقتصاد البحري بزيارة لمخازن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على المستوى المحلي حيث قدم له المدير العام السيد محمد والشريف أحمد شروحا عن الدول الذي تسم به الشركة في مجال توفير مادة السماك للمواطنين بعد ذلك حط وزير الصيد والاقتصاد البحري ولو ذي المرافق له الرحالة في بحيرة محمودة التي تبعد حوالي 63 كيلو مترا جنوب غرب مدينة النعمة هنا عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري اجتماعا موسعا مع الصيادين التقليديين والساكن المحلية خصصه للحديث حول أهمية نشاط الصيد القاري والجهود المبذولة من طرف القطاع لجعله رافضا في مجال التشغيل وتحقيق الأمن الغذائي والسزراع الأحياء المائية بعد وضع حجر الأساس لبناء مركز للصيد القاري بمدينة النعمة كما فتح الوزير المجال أمام مداخلات الحضور التي طالبت بإزالة عدد من العوائق والتحديات وزيادة التكوين والتطير ودعم نشاط التعاونيات النسوية في هذه المنطقة والمحافظة على الوسط الإيكولوجي عقب هذه الزيارة اللي قمنا بها لولاية الحوال الشرقي مرتاحين لللي لاحظنا من تقريب الخدمات على مستوى توزيع الأسماك يتقوم بها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وارتحنا عند منين زرنا الحواليات اللي يتم فيها بيع هاي الأسماك والله نموذج من هاي الحواليات وزرنا مملي محطة التخزين اللي عندها وارتحنا لظروف الصحية اللي تخلق فيها عملية التخزين وذي اللي تخلق مملي فيها عملية البيع ونعتبرها أمر مهم ويمس المواطنين في صميم حياتهم المشهد الثاني هو أن زرنا هاي البحارة اللي هي مورانا ينقال لها بحارة محمودة وعلننا اليوم في النعمة اطرحنا حجر الأساس لهلة مراكز للصيد القاري وزرعة الأسماك وتقوم بعمليات دعم للمستفيدين من التكوين باش ما يعود التكوين ولا لا يضيع وتقوم ممل بعملية التعطير عن قرب ولا يساء الله ونعمل من أجل إعلان الممثلية لهذه الوكالة في النعمة تعود على أرض الواقع فالسرع الأجل وتمتز بحارة محمودة بالاتساع وغناها الإيكولوجي من مياه وأسماك وطيور وتربة مما يجعل إقامة مزارع لتربية الأسماك عاملا أساسي للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتحسين ظروف المعيشية للسكان أشرف وزير الثقافة والشباب والرياضة مساء أمس في نواكشوت على اقتتام النسخة السابعة من كأس رئيس الجمهورية للعبة لامة المنظمة بالتعاون بين الجهة نواكشوت والاتحادية الموريتانية للعبة وقد حصل أصحاب المراكز الأولى من فئتي الشباب والشيوخ في هذه الرياضة الذهنية على جوائز نقدية معتبرة هذه جوائز النسخة السابعة لكأس رئيس الجمهورية للعبة ظامت المنظمة من قبل جهة نواكشوت بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية لظامت بهدف بحث روح التنافس وزرع الاهتمام بها رغم تعدد البدائل في ظل تطور التكنولوجيا وسيطرة العولمة تندرج هذه التظاهرة في إقار سياسة جهة نواكشوت الرامية إلى الحفاظ على الثقابة الموريتانية الأصيرة تراثها المعنوي والمادي المهدد بالاندذار في ظل جباروت العولمة وتقيان الثقابات المستجلبة وتأذيرها على هوية مجتمعنا التقريدي ومميزاته وخصوصياته بما في ذلك الألعاب التقريبية الشعبية المعرضة لمنسياني والتي من ضمنها لعبة ظامت التي تعتبر إحدى الألعاب الذهنية النخبوية الوطنية الجميلة ودتنا أمل من خلال هذه الشراكة التي وقعناها مع الاتحاد الموريتاني لعبة ظامت إعادة الاعتبار ذهاء لعبة أصيلة وترفيهية وترقيتها والتعريف بها محليا ودوليا والعمل على إدراجها ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو لعبة تقليدية تجمع بين إنعاش الذهن والتسلية يهدف القائمون عليها إلى نفض الغبار عنها وتطويرها وربط الأجيال بها أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعاري وزير الثقافة والشباب والرياضة على الدعم الذي ما فتئ قطاع الثقافة يقدمه للاتحاد الموريتاني لضامت من أجل تطوير هذه اللعبة التراثية الذهنية الوطنية العريقة سبيلا لتعزيز الوئام الوطني ونشر ذقافة السلم تبشيا مع توجهات رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني وقد شارك في المنافسة على الكأس محترفون وهوات لهذه اللعبة من مختلف الأعمار أنا حقيقة سعيد بهذه الجائزة اللي حقيقة ما كنت نحلم بيها نظرا لقوة المتسابقين وقرب مستويات اللاعبين فقط يبقى عامل الحظ وتركيزه وأنا حقيقة سعيد بهذه اللعبة بطولة كأس رئيس الجمهورية للعبة الضامت يعول عليها في أن تعيد العلاقة لهذه اللعبة التقليدية ومكانتها بين صفوف الألعاب الشعبية المتوارثة منذ القدم أشرف المندب العام لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأذر رفقة وزير البترولي والمعدني والطاقة في مقاطعة الميناء ظهر الجوم على حفل توزيع قرابة عشرين ألف قنينة من غاز البوتان لصالح الأسر المتعافذة في ولايات الوطن الداخلية تتيه هذه العملية ضمن برنامج رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الهدف إلى مساعدة المواطنين المتعاففين تسعة عشر ألفا وخمسمائة وتسعون قنينة من غاز البوتان مع تجهيزاتها تقتنيها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأذر من شركة ريمغاز لصالح تسعة عشر ألفا وخمسمائة وتسعين أسرة متعافذة في جميع ولايات الوطن الداخلية حفل توزيع هذه الكمية الذي أشرف عليه المندوب العام لتأذر رفقة وزير البترول والمعادن والطاقة والسلطات الإدارية والأمنية بولاية واكشوت الجنوبية شكل مناسبة لاستعراض تفاصيل العملية وأهدافها الأساسية التي تدخل في صميم برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني الهادف إلى مساعدة المواطنين المتعففين والقضاء بشكل تدريجي على واهرة استعمال الحطب والفحم حماية للوسط البيئي والغطاء النباتي إدراكاً منا لكوني كثير من الأسل المتعففة يحتاج إلى مد يد العون له لتمكينه من التحول من استخدام الفحم إلى الغاز نطلق هذا البرنامج الوطني الهادف إلى توزيع عشرين ألف قنينة غاز مع عدد مماذل من أفران الطبخ والوازمها على عشرين ألف أسرة متعففة من الفئات الأكثرها الشاشة موزعة على جميع ولاياتنا الداخلية تم فرزها على أساس بيانات السجل الاجتماعي للسكان الأكثر فقراً بحيث ستحصل كل أسرة على قنينة من فيئة ست كيلوغرامات معبئة بالغاز ومعها فرن وموقد وستتكفل شركة ريمغاز الفائزة بالمناقصة بتوفير هذه الكميات وإيصالها إلى مناطق توزيعها وتخزينها بتكلفة بلغت 327 مليون أوقية قديمة على أن تتولى التآذر عملي توزيعها على مستحقها وقد استعرض المدير العام لشركة ريمغاز في كلمته بنود الاتفاقية التي بموجبها توفر الشركة قنينات الغاز أن شركة ريمغاز تؤكد لكم عزمها على الوفاء بالتزاماتها في الأجال المحددة بفضل خبرتها الفنية وقدرتها اللوجستية والتجربتها الواسعة في الميدان ويشمل التزامنا أيضاً ضمان استمرار تزويد جميع القراء المعنية بالمشروع بالغاز البتان ويدخل هذا الالتزام في إطار التوجهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تقريب مادة القاز من المواطنين في جميع أنحاء الوطن وقد رحب العمدة المساعد لبلدية الميناء السيد سعد بوه اللحميدة بهذه الاتفاقية التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما يتعلق منه بمساعدة المواطنين المتعففين في مختلف ولايات الوطن وفي ختام الحفل أدى الوفد زيارة لمخازن الشركة اطلع خلالها على الكميات التي تم اقتناؤها لصالح الاتفاقية المبرمة بين المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر وشركة رينغاز وتابع شروحاً مفصلة قدمها المدير العام للشركة حول ظروف عملها وما تتمتع به من وسائل متطورة في مجال الغاز واستعدادها للعمل المشترك مع السلطات العمومية في بلادنا خدمة لمصالح الدولة الاتفاقية التي تدخل في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني تبلغ تكلفتها ثلاثمائة وعشرين مليون أوقية قديمة كما أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر صباح اليوم من مدينة جوجة المكونة الخاصة بولاية إنشيري في طال تمويل الأنشطة المديرة للدخل والقروض الميسرة وتهتف هذه المكونة إلى خلق آلاف فرص العمل لصالح المحتاجين عن طريق توفير قروض ميسرة حفل انطلاق البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة المديرة للدخل والقروض الميسرة مكونة إنشيري تم بإشراف الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد صنبو السالم ووالي إنشيري سيد إدريس دنبا كوريرا يشرفني أن أشارككم اليوم من مدينة جوجة باسم عالي المندوب العام لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء حفل انطلاق البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة المديرة للدخل والقروض الميسرة بولاية إنشيري هذا البرنامج الذي يحقق أحد أهم جوانب تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في المجال الاجتماعي لما له من إعكاسات إيجابية على الفئات المستهدفة ولدوره في محاربة الفقر والإقصاء وتحقيق الاندماج الاقتصادي حيث يصل غلافه المالي أكثر من ملياري أوقية قديمة ويستفيد منهم نحو 1800 نشاط مدر للدخل و433 قردا حسنا بدون فوائد مع فترة سماح هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد وأتمثل هذه المكونة واحدة من التعاهدات الاجتماعية لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني هذه الاجتماعية الداخل ما هي مسترجعة كي قال معايا لمين العام ما هي مسترجعة معناها ما مجور حد يردها يقال ما مجور حد يشتقل بها وتخلق ويخلق منها تحسن من أوروه هو المعيشية ويستباد منهم لساكن البلدية من خلال خلال خلق ذلك التشغيل لا يخلق وذلك القيمة الموضعة تخلق وذلك التشغيل لا يخلق والرد على حاجيات المواطنين اللي كانت موجودة على مستوى المدينة العمدة المساعد لبلدية أكجوجت أوضح في مداخلته أهميتها له المكونة لما سيترتب عليها من توفير فرص عمل لعشرات المتعففين من سكان الولاية بس مسكان بلدية أكجوجت الرحبوا بالسيد الميل العام للتأذر ونرجعون لمقام سعيد ونشكروا هذه المندوبية لهذه الخدمات اللي عدرت للولاية والبلدية بصفة خاصة وندور المزيد وشاكروا إن شاء الله وراجعوا لمقام سعيد إن شاء الله وعودوا ميمونة وتم في ختام الحفل تسليم شيكات بالمبالغ المقدمة لخمسين مستفيدا أربعة وأربعون منهم حصلوا على تمويل لأنشطة مديرة للدخل فيما حصل ستة آخرون على قروض حسنة مع فترة سماح معتبرة لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة أكجوجت أشرف قائد أركان الجيش البري رفقة مدير الرياضة العسكرية بقيادة الأركان العامة للجيوش بالمركب الأولمبي في النوكشوط على اختتام منافسات البطولة العسكرية التاسعة عشرة وأقد توجه في هذه المنافسات التي شاركت فيها مختلف التشكيلات العسكرية فريق القوات الجوية لأن الرياضة تشكل أهمية أساسية ذي بناء القطرة العقلية والبدنية انطلاقا من القاعدة المشهورة العقل السليم الجسم السليم ولما تلعبه في تشجيع قيم الوئام واللحمة بين العسكريين وتنمية الروح المعنوية العالية لديهم حرصت الأركان العامة الجوش على تنظيم البطولة العسكرية التي وصلت إلى ختامها بعد زيادة من أسبوعين من التنافس الحفل الختامي لهذه البطولة في دورتها التاسعة عشرة والتي أشرب على اختتامها اللواء محمد المغتار مني قائد أركان الجيش البري بخضور العقيد براهيم مولود مدير الرياضة بالأركان العامة الجيش وعدد من الضباط وقادة التشكيلات المشاركة في البطولة تميزها بعملية الإنسان المغالي الناجح نفتتها برقة من المغاليين تابعة للقوات الخاصة وذلك بملعب هيئة المركب الانبي قبل أن يتابع الحضور مباراة نهائي كرة القدم وهي المباراة التي جمعت بينها فريق منطقة العسكرية الثالثة بفريق من الأركان الجوية المباراة اتسمت بقدر من الندية بين الفريقين حد انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمذره قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجحية التي منحت الفوزة لفريقي أركان الجيش الجوي بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة الحبل الختامي تم خلاله تقديم الجوائز والكروس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الألعاب والرياضات التي شملتها البطولة وهي إضافة إلى كرة القدم الكرة الطائرة الكرة الحديدية الشطرنج ألعاب القوى والرياضات العسكرية مثل مسير الصائقة والرماية وتسعى الأركان العامة الجوش من وراء تنظيم هذه البطولة إلى الرابع من مستوى جاهزية أفراد الجيش وتطوير القدرات البدنية العسكريين أشرف ولي قدماغة سيد أحمد ولمحمد محمود ولديه بمدينة سيدبابي على توزيع كميات من الآليات والأدوات المخصصة لمشاريع النظافة في ثمانية عشرة بلدية بالولاية تدخل هذه الأدوات المقدمة من طرف وزارة الداخلية واللا مركزية في إطار برنامج هادف إلى دعم مشاريع النظافة على مستوى البلدية المحلية للرفع من قدراتها على مواجهة تراكم النفايات وخلق مظهر لائق في عواصم البلديات ذات الكثافة السكانية المرفعة والأنشطة الاقتصادية الكبيرة المرتفعة والجدي مغا ادلا بتصريحي لقناتي الموريتانية قال فيه احنا جاينا اليوم الاشتراف على توزيع بعض الآليات للبلديات في طار مشروع النظافة كيف اللي تعرفوا مشروع النظافة عنده شقين عنده شق يتعلق باكتتاب اليد العاملة وذاك فات وزارة الداخلية واللا مركزية فات دخلت للبلديات وميزانياتهم وفهم الشق الثاني اللي يتعلق بالآليات اللي يعدل بيها النوافة وهذه الآليات هي اللي اليوم نشر نشر عليها اليوم لتوزيعها على مستوى البلديات الـ 18 على مستوى الولاية بصيفة عامة الى ولاية تيرزمور حيث تتوصل منذ أيام في مدينة زورات لاستعدادات المحضرة لتخليد الذكرى الثانية وستين لعيد الاستقلال الوطني في ظل انتعاش لبعض المهن المرتبطة بإحياء المناسبة الوطنية التقرير هو التالي يرصد أجواء الاستعدادات لتخليد العيد في مدينة زورات لا يطغى شيء على المشهد العام لمدينة زورات هذه الأيام غير مشاهد الألوان الوطنية التي تزينت بها المدينة استعداداً للاحتفاء بذكرى عيد الاستقلال الوطني فورا الانتهاء من أسبوع الوطني الثقافة والشباب بالرياضة التي كان منظماً خلال الأيام الماضية ما إن انتهى حتى بدأت التحضيرات في إطار هذه الاحتفالية المجيدة وكما تلاحظون تم تزين المباني العمومية والشوارع الرئيسية بالأعلام الوطنية بغية إظهار المدينة بها صورها تزامناً مع هذه الذكرى بالإضافة إلى فقرات التي سيقام بها كحمل المشاعر ليلة عيد الاستقلال وكذلك الفقرات عدة فقرات ستنظم يوم عيد الاستقلال الوطني إن شاء الله ربنا تعالى من أجل تنشئة النشئ على هذا اليوم واعتباره يوماً مميزاً وبالإضافة إلى استخدام السيارات والعربات للأعلام الوطنية من أجل الاحتفاء بالمناسبة لجأ مواطنون آخرون إلى خلق نشاط تجاري يوفر كل ما يستخدم في المظاهر الاحتفالية المخلدة للعيد الاستقلال أدناه وجبناه ومفتخرين بيه عيدنا نحن ودولتنا ومفتخرين بيه وجبنا هاي بلوهات جمينا عند التركيب وجبناهم من لدرابوات والعلامات الكبار اللي خمس ماطر وشياء هاتف ماطر وشياء من الأخرين إذا كانوا جبناها من شاء الله والناس جاءتنا تبارك الله من شاء الله هذا الاستقلال مهم عندنا حتى ووفرنا فيه الملحف هذه العليات بما أن الرجال عنده زادهم وشياء عدلوا بها احتفالهم وحادهم ووفرنا الملحف اللي عليها الرائش ووفرنا هذه العليات ومشاء الله عدوا عليه قبال مشاء الله جيد وتبارك الله ويتشهد بعض المهن في مدينة الزورات انتعاشا كبيرا مع حلول اليوم الأول من شهر نوفمبر لما لها من علاقة مرتبطة بشكل مباشر بالاستعداد للاحتفاء بهذا اليوم نخيط ملاحظ الاستقلال ومشاء الله ومشاء الله نتقبله بنا نتخيط أحل نله لا في الاستقلال من شاء الله الحلاقة تعود زينة ومشاء الله ويجي تطور ياسر وعود الزبنة أكثر وشغلة زينة ويخلق فيها ياسم ومشغلة ما في إيام لاخرين جاينا هنا ذكرى عيد الاستقلال لا هي نزين ذكرى عيد الاستقلال ذكرى عيد وطني الناس كامل لا يحتفل به الذي يحتفل بطريقته ويبدي المواطنون في شوارع المدينة استعدادهم لإحياء المناسبة وجاهزيتهم للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لها عيد الاستقلال فرح كبير وعلى كامل جاهزية له إن شاء الله موريتانيا متقدمة ومزديرة هنا العلام والريات ناس كعالم جاهزة ويقابل عليهم وتشريهم ولا يتحتفل بهم إن شاء الله ومع اقتراب حلول ذكرى الاستقلال من كل سنة يزداد تعلق سكان ولاية تيرزمور بكل ما يرمز إلى السيادة الوطنية والحرية والانعتاق سيد أحمد البوكر سيرة زولات الموريتانيا إلى مدينة العيون حيث نظمت بعض المعاهد القرآنية بالمدينة أمسيات ثقافية وأدبية تخليدا للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني تخللت هذه الأنشطة محاضرات ومداخلات تطرقت لدور المحظرة الشنقيطية في مقاومة الاستعمار تدخل هذه الأمسية الثقافية والأدبية التي ينظمها نادي الطموح الثقافي في العيون تحت عنوان نوفمبر وعبق نصر تدخل في إطار الانشطة المخلدة لذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني شهدت الأمسية حضورا معتبرا للأساتذة والمهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي وقد عرفت مداخلات عديدة تناولت في مجملها دور المحاضر في صناعات الاستقلال تعتبر المحظرة الشنقيطية العرقلة الأساسية في وجه المدارس الفرنسية وهي بحق قاومت وقاومت شيوخها بفتاوئهم المختلفة وكانت حصنا منيعا في وجه كل التحديات يضيق المقام عن لكر الأدلة المثبتة لدول المحضرة في منع الاستعمال من أن يحصل أصلا في الواقع أن هذه البلاد لم تستعمل فقد يأس الفرنسيون من فتح مدارس فيها وما اتخذوا من إراءات وحيل وفرض هذه المدارس واتخاذ المواقع الإدالية لشيوخ القبائل نظرا لشدة الرضي الذي قوبل به هذا المطلب وفي ذات السياق نظم معهد الحمد مسية مماثلة تطرق المتدخل فيها لدور المقاومة الثقافية في محاصرة الاستعمار كما تخللتها وصلة ودبية تتعنى بأمجاد المقاومة الوطنية الحسن تباب قناة الموريتانية مدينة العون وإلى ولاية ترزا حيث بدأت على مستوى مدينة رقص والتحضرات الأولية لفعاليات تقريد عيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الاثنين المقبل وقد تزينت الشوارع وواجهات المؤسسات العمومية في المدينة بالعالم الوطني احتفال بهذه الذكرى المجيدة يومان فقط وتخلد مدينة روسو الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد وعلى غرار المدن الموريتانية الأخرى بدأت مظاهر الاحتفال بهذا العيد تعم المؤسسات العمومية والشوارع العام فهذه المبادرة الشبابية بالتعاون مع بلدية روسو حملت على عاثقها مهمة نظافة المدينة استعدادا لمنحها وجها لائقا أيام عيد الاستقلال خطوة جسدها شباب مدينة روسو منذ سنوات ودعما لهذه الجهود تأتي زيارة والي ثارزة سيد محمد اللحمد مولود للوقوف على سير هذه العملية وتشجيع كافة المتطوعين الذين عبروا عن وحدتهم الوطنية وتكاتفهم من أجل تنمية البلد والرقي بمستوى وعي السكان المحليين بأهمية النظافة نقبلين إن شاء الله الاستقلال إن شاء الله وجاينا للوالي جزاء الله خيرين استجابوا معنا وجاينا للأمدة جزاء الله خيرين هم والطاولنا دماترير كامل واستجابوا معنا جزاء الله خيرين وكتل من الشباب قيورين على مدينتهم هم متحدين من أجل قلنا عننا من كل يوم 25 نيتمو نساعدوا البلدية وفنوافة المدينة نحنا يوم الشباب غارب عندنا مجموعة نقال لروسو إنفو مرقنا شباب غارب كامل ونبلو روسو اندفنانسات جايين ونختيروا روسو كامل سبلوها وتزين لانا رانو هنا حال حاملين في لجنة شباب روسو بدؤوا النظافة لهم نهارات هنا تواحلين فيه لاننظافة دعما وتأييدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفخامت رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني الاستقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية عاشت موريتانيا آمنة مستقرة كما تعتبر ذكرى عيد الاستقلال الوطني سانحة لمتقاعدي الجيش الوطني على مستوى مدينة روسو للتذكير ببعض الإنجازات المهمة التي استفادت منها هذه الفئة خلال الفترة الأخيرة ونحن متقاعدين بصيبة عامة من أيدي حكم الرئيس محمد والشيخ والقزواني على جميع الإنجازات العدلة للجيش الوطني جبارنا وضعية نخلص وردة الشهر ونخلص وخلاصنا مع محمود المولانا الحمد لله وعدنا هيك الزيادة الحمد لله مئة بالمئة قلت فينا وعدنا خلاصنا نخلص وكل شهر نخلص وخلاصنا ما شاء الله وعدنا قد نقعده جهود تعكس أهمية هذه الذكرى التي تعيد للإذهان ماضيا عاشه جيل التأسيس واتخذ منه المواطن الموريتاني نموذجا للاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء لهذا البلد بعد يوم واحد ستشهد مدينة روسو كغيرها من المدن الموريتانية الأخرى احتفاءا واحتفالا بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد عيد التحرر والانعتاق عيد سيادة المواطن على أرضه ووطنه عند المصطفى فأبو قناة الموريتانية مدينة روسو نظمت جمعية الفتاة أمس بن واذيبو تلاهرة احتفائية بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني فعالية التلاهرة تجرت تحت إشراف مستشار والي داخل تنواذيبو السيد محند المصطفى والمختار وبحضور السلطات الإدارية بالمقاطعة رئيسة الجمعية آمي بن تحمد بزيت قالت إن هذا النشاط يأتي ضمن مشموعة من الفعاليات دأبت الجمعية على تنظيمها تخليدا لهذه ذكرى المجيدة بدورها العودة المساعدة لبلدية واذيبو مانا بن تشكار أشهدت بدور جمعية الفتاة واهتمام القائمات عليها بالقضايا الوطنية وقد تضمنت فعاليات التلاهرة مداخلات وعروضا فنية ومسرحية تمجد المقاومة وأبطالها وتغرس حب الوطن في النفوس كما شملت تنظيم صالون أدبي حول أدب المقاومة الشعبية والفصيح اختتمت المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي اليوم في مدينة كيفا ورشة تكوية نظمتها لصالح 20 مربية أطفال الورشة تهدف إلى تطوير مهارات المشاركات في التربية والطرق المعتمدة في التعليم ما قبل المدرسي وتسير رياض الأطفال إضافة إلى معرفة حقوق الطفل التي تكفلها القوانين الدولية والوطنية وقد تضمن التكوين عروضا حول أهم التجارب الموجودة في مجال طفولة صغرى وكيفية تطبيقها عمليا في ظل التوجه الرسمي لتعميم التعليم ما قبل المدرسي وترسيخ قيم المدرسة الجمهورية المكون في المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي سيد عمار والحنين أكد أهمية هذا التكوين ودوله في الرفع من مستويات المربية وقدراتهم في فهم سلوك الأطفال وسبل التعامل معهم نظم المكتب الجهوي لروابط أباء التلاميذ في مدينة روس وأمس حفل تكريم لرئيس جهة ترارزا سيد محمد والإبراهيم والسيد تذمينا للجهود التي بدلها خدمة للتعليم في الولاية وأجرى حفل التكريم بإشراف مستشار والي ترارزا المكلف بشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية وعمدة بلدية روسو وبحضور رؤساء روابط تلاميذ المقاطعات مستشار والي ترارزا شكر رئيس الجهة على هذا التوجه الذي يترجم سياسة الدولة في مجال التنمية كما ثمن المتدخلون جهود الجهة في خدمة التعليم بالولاية والتي شملت بناء وترميم العديد من المؤسسات التعليمية بدوره رئيس جهة ترارزا عبر عن سعادته بهذا التكريم الذي من شأنه أن يشجع على مواصلة العمل وحدمة سكان الولاية على مختلف الصعود نظمت مدارس والمعارف الليلة البارحة حفلا بمقرها بمقاطعة تفرغزينة ذلك بحضور سلطات الإدارية المقاطعية والجهات المختصة في التعليم وبعض المدعوين من الأهالي وأطفالهما وقد تضمن الحفل والمنظم إسهاما من هذه المدارس في إحياء الذكرى الثانية والستين لعيد استقلالنا الوطني كلماتهم تحدثت عن العلاقات الأخوية التي تربط موريتانيا بتركيا وما شهدتهم تطور إضافة إلى بعض العروض التي أشادت ببطولات المقاومة الوطنية نظمت الاتحادية الموريتانية للشترنج بمقرها بالعاصمة فعاليات البطولة الوطنية الكلاسكية للشترنج والبطولة الوطنية للشترنج الخاطف وقد عرفت هذه البطولة المنظمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية في إطار أنشطة الاتحادية المخلدة للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني مشاركة أزيد من ستين لاعبا من لاعب الشترنج على المستوى الوطني المدير العام للرياضة التنافسية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة السيد عبدالقادر والداهي أكد في كلمة له بهذه المناسبة أهمية تنظيم مثل هذا النوع من الرياضات الذهنية مستعرضا دعم قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لهذه الرياضات بدوره السيد محمد التاج الدين رئيس الاتحادية الموريتانية للشترنج أبرز الجهود التي تقوم بها الاتحادية في سبيل نشر هذه الرياضة شاكرا جميع الفاعلين في تطويرها نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية السيدة مريم كان مريم كان نوهت بما يقوم به القطاع الوصف واتحادية اللعبة من أجل نشر الرياضة الشترنج خاصة في الوسط المدرسي بمناسبة الذكرى الثانية والستين للاستقلال الوطني تبدأ قناة الموريتانية عبر مسايتها في بث سلسلة ملفات إخبارية تستعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال مؤمورية رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني وفي ملفنا لهذه الليلة نتابع أهم الإنجازات التي حققتها المندبية العامة لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأزر في المجالات الاجتماعية والبنى التحتية الخدماتية تأزر الوكالة التي تم إنشاؤها للتضامن مع المواطنين ومكافحة مظاهر الإقصاء والغبنة ومؤسرتهم في ظروفهم المعيشية وفي هذا السياق قدمت الوكالة خلال سنوات 2020-2021-2022 دعما غلائيا ونقديا لأكثر من 600 ألف أسرة متعاففة وهو ما يعادل أكثر من ذلك السكان كما نفذت التزام رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بدمش 100 ألف أسرة فقيرة في نظام التحولات النقدية الدائمة وقد وصل الغلاف المالي الذي تم توزيعه في إطال التحولات الدائمة والضربية أكثر من 28 مليار أوقية قدمة وهو رقم قياسي في تاريخ الدولة كما تم تشهيد وتجهيز أكثر من 70 مشاة تعليمية ابتدائية وثانوية من ضمنها 28 اكتملت وتم تسلمها و44 مشاة تجري فيها الأعمال حالجا على قدم وساق وبالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أطلقت الوكالة الوطنية آزر البرنامج الوطنية للتغذية المدرسية شمل في العامين الأخيرين على التواريس 57 ألف و 66 ألف ترميل في المناطق الهشة بتمويل من الوكالة وصل مليارين و 250 مليون أوقية قدمة وفي المجال الصحي أكملت الوكالة بناء وتجهيز 20 نقطة ومركزا صحيا فضلا عن مركز صحي متكامل يجري الآن بنائه وتجهيزه بمقطعات الميناء بكلفة تصل إلى 560 مليون أوقية قديمة كما وفرت الوكالة التأمين الصحي لمائة ألف أسرة المتعففة بتكلفة تزيد على مجالين ومائة مليون أوقية سنويا وقدمت مساهمة كبيرة في مجال التكفل بحاجيات النظام الصحي الوطني من موالد ومراكبات مكافحة سوء التغذية الحد عند الأطفال والذي يصيب سنويا حوالي 30 ألف طفل مولتاني وذلك بنسبة 50% من تلك الحاجيات لسنة 2021 و 75% لسنة 2022 وشارعت في موازات ذلك في تنفيذ برنامج لتزويد أكثر من 70 قرية بـ 70 شبكة مائية وحفر 41 بئر ارتوازية بمبلغ إجمالي قدرهم الجاران وتسعمائة وعشرون مليون أوقية قدهما بالإضافة إلى إطلاق عملية لتزويد 21 قرية كبيرة بالكخربة وفي مجال دعم نفالي السكان الأكثر فقرا إلى المواد الغذائية الأساسية تم إعداد خطة طموحة لهيكلة برنامج التموين لبيع تلك المواد بأسعار مدعومة والتحسين من نجاعته وفاعلية كما تم تحديد المقاربات الملائمة لبناء عشرة آلاف سكن اجتماعي في إطار برنامج داري وقد تم القيام بالدراسات الفنية والمالية للبرنامج وينتظر انطلاقة الأشغال فيه قريبا وفي إطار برنامج البركة تم تمويل 2300 مشروع مدر للدخل بمبلغ مالي يصل مجارين و300 ألف أوقية قدمة من بينها مشاريع مجتمعية ومن خلال مقاربة جديدة تعتمد التكوين والتمويل والمتابعة والتعطيرك مقاربة جديدة يستفيد منها أكثر من عشرة آلاف مواطن وفي نفس الإطار تم تشهيد خمسة سدود والعمل جارين في 12 أخرى بمبلغ مالي قدره مليارين و294 مليون أوقية قدمة وبناء 221 سد ترابي للرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب والخضروات بأكثر من 200 مليون أوقية قدمة وفي مجال الرافعين لإنتاجية أطلقت الوكالة برنامجا وطنيا لدعم أكثر من 300 تعاونية وتكوينها وتمويلها بأكثر من 365 مليون أوقية قدمة وأسعد الوكالة إلى تطوير السجل الاجتماعي وإعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية لاعتمد على التقنيات الحديثة ويستخدمه اليوم جميع المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية من قطاعات حكومية ومؤسسات دودية ومنظمات غير حكومية إنجازات أكدت من خلالها الوكالة الوطنية للتضامن ومكافحات الإقصاء تأزر نجاعة الاستراتيجية ووضوح الخطة التي رسمتها الحكومة لدعم المواطنين في مختلف مجالات الحياة وتحسين ظروفهم المعيشية ومؤسساتهم في مواسم الشح والظروف الاستهنائية في إطار تخليد بلادنا لذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطنيين واصل معكم سلسلة التقارير التي تتطرق لأحداث وطنية وأكبة الاستقلال وساهمت في بناء الدولة وتشكيل الوعي لدى أبنائها وحماية سيادتها تقريرنا الليلة يتطرق لعلان استقلال البلاد التام والصعوبات التي واجهت الجيل المؤسس وأحصل البلاد على عضوية الأمم المتحدة وعضوية جامعة الدول العربية ودمج الحركات النقابية والأحزاب السياسية في حزب واحد هو حزب الشعب بعد سلسلة طويلة من النضال السلمي والمسلح أعلن في الواكشوت عن استقلال موريتانيا يوم الثامن والعشرين نوفمبر من العام 1960 وبهذا الإعلان ولدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة مستقلة ذات سيادة مسؤولة عن حماية أرضها وشعبها وما إن أعلن عن الاستقلال حتى عمت الأفراح الواكشوت العاصمة الولدة يوم ذاك كانت توجه السياسي لنظام الرئيس المؤسس المختار بولدادا يتمثل في توازن حاضر بين الجذور الإفريقية والعربية للدولة الموريتانية مع الاحتفاظ بعلاقات قوية مع فرنسا والمشاركة الكاملة في منظمة الوحدة الإفريقية والسعي إلى الحصول على عضوية جامعة الدول العربية واجهت موريتانيا بعيدة لاستقلال مشكلة كبرى ومشكلة الاعتراف الدولي بها وأن حنكت الجيل المؤسس السياسية وإدارته الصلبة نجحت في إثبات الهوية الموريتانية فانضمت موريتانيا لمنظمة الأمم المتحدة يوم السابع العشرين من العام الف وتسعمائة وواحد وستين والقى الرئيس البختار خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السادس عشر نوفمبر من العام نفسه لم يكتفي الرئيس المختار ورفاقه بذلك بل واصلوا حتى وطدوا العلاقات مع الكثير من الدول في مختلف القارات بما فيها الدول العربية وحصلت موريتانيا على عضوية الجامعة العربية في العام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين لم تكن الجبهة الخارجية الجبهة الوحيدة التي واجهت نظام الرئيس المختار والدادة بل كانت هناك جبهة أخرى داخلية تتمثل في التيارات السياسية والنقابية المعارضة فرأ الرئيس المختار ورفاقه أن تعددية الحزبية والحرية النقابية لا تخدمان المصرحة العليا للبلاد وبالتالي لا مناصة من توحيد مختلف أطياف الجبهة الداخلية وهكذا تجهت الأنظار مرة أخرى إلى ألاك ثم عقد مؤتمر ألاك عام 1963 فانصهرت معظم الحركات الفاعلة والمؤثرة يومها في المشهد السياسي في حزب الشعب الحزب الواحد الذي حكم البلاد حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي وهو ما مكن نظام الحاكم يومها من التفرغ لبناء الدولة ورسم سياساتها المستقبلية رغم أن بعض التنظيمات السياسية والنقابية المعارضة ظلت تنشط فكانت مطالبها بمثابة البوصلة التي قادت الحكومة مطلع السبعينيات إلى اتخاذ قرارات سيادية واقتصادية مهمة رئيس الجمهورية يؤكد في قيمة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالتصنيع والتنوع الاقتصادي في إفريقيا أهمية وضع برامج طموحة لتحسين البناء التحتية الداعمة لنمو القارة تتشين ثلاث مشاءة تعليمية بنواكشوت في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكفحة الإقصاء تآزر تطلق عملية لتوزيع عشرين ألف قنينة من غاز البوتان على الأسر المتعففة في الداخل شكرا لكم على قيد المتابعة وفي أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة